بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سبق لك أن رأيت غرابا يتمدد على الأرض ناشرا جناحيه وسط أسراب من النمل كأنه يتلذذ بلدغاتهم؟ منظر غريب بل ومثير للدهشة لكن حين نتأمل هذه الظاهرة بعين الإيمان ندرك أنها ليست عبثة بل آية من آيات الله في خلقه تجسيد بديع لحكمة الخالق في أدق تفاصيل هذا الكون لطالما ارتبط الغراب في أذهان الناس بالتشاؤم والموت لكن القرآن الكريم ذكره في موضع عظيم حين علم الإنسان أول درس في دفن الموت قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه إن الغراب ليس مجرد طائر بل هو مخلوق ذكي يمتلك سلوكيات فريدة تدل على نظام دقيق وضعه الله له ليعيش ويتكيف ويحمي نفسه ما هي ظاهرة الاستحمام بالنمل؟ يطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم أنتينج أو التحمم بالنمل حيث يقوم الغراب بالاستلقاء على الأرض أو العشب ثم يسمح للنمل بالصعود على جسده وريشه بل أحيانا يقوم بفرق النمل بنفسه على جناحيه وصدره لكن لماذا يفعل ذلك؟ النمل يفرج مادة حمضية تعرف بحمض الفورمك تقوم بي قتل الطفيليات والحشرات الدقيقة تنظيف الريش من البكتيريا حماية الجلد من العدوى والفطريات وهنا يتجل الإبداع الإلهي غراب لا يملك صابونا ولا دواء لكنه ملهم بفطرة إلهية لاختيار علاج طبيعي متكامل تأمل معي طائر صغير بلا عقل مدرك كعقل الإنسان ومع ذلك يوجه إلى ما فيه نفعه وصحته أفليدل هذا على تدبير رباني محكم؟ قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أنفالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون كل مخلوق له نظام وله حكمة وله دور حتى الغراب الذي يراه البعض رمزا للسوء هو في الحقيقة شاهد على عظمة الخالق من هذه الظاهرة نتعلم أن الله لم يخلق شيئا عبثا وأن الفطرة تقود المخلوق لما يصلحه وأن في الطبيعة علاجا وإلهاما لمن تأمل وأن الكائنات كلها تسبح بحمد الله بطريقة لا ندركها قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ذلك الغراب الذي رأيته يتمرغ في النمل لم يكن يلهو بل كان يمارس نظاما وقائيا علمه الله إياه منذ خلقه فسبحان من هدى النمل لمصاره وأرشد الغرابة لطريق شفائه وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم فهل بعد هذا ندرك عظمة الخالق وهل نتوقف لحظة لنتأمل رسائل الله المخفية في مخلوقاته إذا أعجبك هذا التأمل العجيب في خلق الله لا تنسى دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة واكتب لنا في التعليقات هل سبق لك أن شاهدت ظاهرة غريبة في عالم الطيور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر